خلونا نروح مع حضراتكم لخبر آخر الدكتور طرق شوقي وزير التربية والتعليم قال أنه بيسعى للانتقال بالتعليم من فكرة التلقين إلى الاستمتاع أنه الطالب يبقى مستمتع وهو بيدرس كمان التابلت جزء كمان من منظومة كبيرة جدا بتسعى الدولة خلال الفترة اللي فاتت اللي تطبيقها عشان يتم تقديم خدمة تعليمية أفضل بتؤهل الطلاب لسوق العمل لأنه دايما كان عندنا فكرة مها يعني أنه بتتعلم شيء وبتمارس على أرض الواقع شيء أو بتلاقي سوق العمل عايز حاجة تاني صحيح ودي دايما بتكون الصدمة اللي بتقابل اللي هو حديثي التخرج واللي بيبقى يعني ينفد بجلده اللي بيبقى بيشتغل هو فترة الجامعة لأنه على الألح تاكيب سوق العمل بالفعل وهو بيدرس وزير التربية والتعليم قال كمان أن الكل بيشوف الفترة الأخيرة في مصر نهضة كبيرة جدا في تعليم العام وأن مهم لكل ناس أن يتتطلع لبنك المعرفة الرقمي ويبدأ كمان في اكتساب المهارات بدل من إضاعة الوقت والمال فيما لا يفيد احنا ممكن ناخد دلوقتي مدخلة هاتفية من دكتور محبات أبو عمير رواية أستاذ المناهج بجامعة عين شمس أهلا بحضراتك يا فاند أهلا صباح كير صباح النور وحضرتك في البداية وحنا بنتكلم على أنه دكتور طارق شوئي بيسعى للانتقال بالتعليم من التلقين للاستمتاع بتشوفي إيه الإجراءات اللي يجب أن تتخذ في المناهج التعليمي عشان تتحول من التلقين للاستمتاع شو فيه طبعا هو الانتقال طبعا من التلقين إلى الإبداع هو اللي احنا بننادي بي من زمان نحن أهل التربية وخاصة الحياة يعني يمكن لي دراسات في هذا الموضوع وهي فكرة الانتقال من ثقافة الإيداع إلى ثقافة الإبداع عشان نحقق الكلام ده يعني يكون هناك إجراءات تنفيذية وليست شعرات لازم أن احنا الحقيقة أول حاجة نطور من منائجنا يعني بمعنى إيه؟ بمعنى حذرك أن أنا ما ينفعش أكدس عقل المتعلم بمعلومات لا قيمة لها وبالتالي ده هيؤدي إلى هيكون أحد معوقات الإبداع فعشان كده إحنا عشان نجعل التالف زي مسئة الوزير أشار بأنه يستمتع بالتعليم لازم نخفض الأول المناهج المكدسة على الطالب يعني أنا طالبت بأن أنا يعني لو متخذ القرار أنا هنزل 40% من المناهج وأحاوله الأنشطة وبالتالي دي أول خطوة إجراءية الخطوة الثانية طبعا أنا شايفة أن الإجابات النموذجية دي ضد فعلا التفكير وضد الإبداع ففعلا الإجابة النموذجية لازم أن إحنا نتخلص منها ونعطي الحرية للطالب أنه يجاوب بطريقة إبداعية بس ده عايزين إيه بقى؟ يعني ما ليش أنا برضو ليه تعليق على أن الأسئلة اللي هي بتيجي للطالب حاليا وعن طريق التابلت أو عن طريق الامتحانات الوراقية لازم نتخلص من الكتب الخارجية أنت عرفة سياسك أن الكتب الخارجية دي أحد أسباب الدروس الخصوصية فما ينفعش الوزارة حضرتك تجيب أسئلة من الكتب الخارجية لا ده الوزارة لازم تحارب الكتب الخارجية الوزارة لازم مترخصي للكتب الخارجية لأن دي تبقى فيها حات مصالة بس خلينا دكتورة يعني خلينا نتكلم بصدق شوية هو ما فيش ما ظنش أنه فيه آلية لا سواء لدى الوزارة ولا لدى الدولة أن هي تقدر تمنع ده خلينا نتكلم يعني على أرض الواقع لا فيش ألية لتطبيق ده أنا هقول لحضرتك حاجة فيه دلوقتي نهضة زي ما أشرت حضرتك في البداية وأشرت زميلة حضرتك لتطوير التعليم وفي نفس الوقت أن الدولة المصرية يعني وفرت الإمكانيات الاقتصادية للطالب علشان خاطر يقدر يستخدم التابلت ويقدر يستخدم التكنولوجيا الجديدة وزي ما قلت برضو حكاية سوق العمل لكن هو الآلية فيه أن إحنا إلى حد ما يكون لنا رقابة على موضوع الكتب الخارجية إنما أنا حضرتك كوزارة مش لازم أخذ إجراء بمعنى أني أنا أمنع لكن على الأقل ما جبش الأسئلة من الكتب الخارجية فاهمني حضرتك؟ لا أنا أجيب الأسئلة من الكتاب المدرسي أو من بنك المعرفة وبالتالي يلتزم الطالب بدراسة سواء اللي بخارج من بنك المعرفة أو اللي من الكتاب يا حضرتك فاهمتني أنا دل أقصده يعني فهي دي النقطة الأساسية الحاجة الثانية التابلت كويس جداً بس ما ينفعش أعمل امتحانات لمجموعة من الطلبة ورقية ومجموعة من الطلبة الثانين أعمل لهم امتحانات إلكترونية بس السنة دي يعني عفواً على المقاطعة دكتورة السنة دي في تجربة امتحانات يعني الفصل الدراسي الأول بالنسبة حتى المرحلة الثانوية العامة كانت تجربة التابلت دي تقريباً كانت معممة في كل الفصول المدرسية في مصر ونجح يعني صحيح كان فيه أخطاء بس تم تلافيها ومال 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 أنا عايزة أقول لي حدثت حاجة هو في العلم التربية التجريب قبل التعميم ما فيش مشكلة خلص إن إحنا بقالنا يعني كذا سنة بنقول لازم نجرب الأول على عينة من المدارس ولما تنجح التجربة إن إحنا نعمامها وإحنا ماشيين في الطريق بنعدل هو دكتور طبعاً كلام حضرتك سليم 100% لأنه التغيير ما بيحصلش تك كده مرة واحدة يعني إحنا بنحاول بنعمل عملية انتقالية لنظام دراسي اشتغل السنوات وسنوات عشرات السنوات فبالتالي عشان نعمل النقلة هتاخد وقت وخصوصاً كمان إنه دخول الإنترنت عندنا في مصر ما بداش ياخد وضعه قوي غير من 10 سنين تقريباً أو ببدء التعامل مع السوشل ميديا وجوجل وهكذا يعني بالضبط كده بس خلي بالك من حاجة نقطة أخيرة لازم نطور الإدارة المدرسية والإدارة التعليمية لأن لو أنت طورت التعليم وروح يديتي لإدارة بيروقراتية هيصطدم بالواقع صحيح هذه برضو يعني محتاجين أن احنا السؤال بس أخير هل كل المواد قابلة لأن هي تتحول من التلقين للاستمتاع لأنه في مواد أحياناً بتبقى لازم هي تتحفظ ولا هل ده ممكن يتعمل في كل المواد الدراسية سؤال وجيه هو طبعاً يفضل أنها تبقى في كل المواد الدراسية بس أكثر المواد اللي فيها نوع من الاستمتاع والتعلم والأنشطة والإلكتروني هي العلوم الطبقية زي مثلاً الرياضيات والفيزياء والكيميا ومشابه ذلك لكن مثلاً التاريخ والجغرافيا دي بتبقى برضو محتاجة فعلاً حفظ بس إحنا برضو يعني الأسلوب بقى اللي إحنا بنحفظ به تتقدم بشكل يكون يعني فيه جاذبية للمطلق ودول العالم عندها برضو وسائل كثيرة جداً هي المواد الأدبية يعني الطالب برضو لازم يبقى عنده تشوق أنه يدرس عشان كمان إيه عشان من خليش الطالب أو معظم الطلب يتجوه إلى دراسة المواد الأدبية ويشجمه عن دراسة المواد العلمية ويحنا الوقت يبقى المفهوض عندنا الثروة العلمية لازم تبقى أكتر من الثروة الأدبية بمعنى أن إحنا طبقاً للتكنولوجيا محتاجين الولاد يدخلوا كليات العلوم كليات الهندسة الناحية العلمية بنكرس لثقافة الناحية العلمية أكتر من الأدبية يعني أبناء الشعب الأدبي مليون البلد يعني عايزين العلم أكتر بشكر حضرتك شكراً جزيلاً دكتر وحباة أبو أمير وأستاذ المنهج التربوية